شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح مقر جامعة باديا بمدينة السادس من أكتوبر بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين وقيادات التعليم العالي ورجال الأعمال وتضم جامعة باديا سبع كليات علمية ونظرية تستوعب 12500 طالب وطالبة ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في جامعة تبارا من السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر الجاري